اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكل مشاهدي أبواب الخير في كل مكان هنكلم النهاردة عن وأنفقوا من مال الله الذي أتاكم فالإسلام حذر من البخل هو خلق مكروه ذمه الله تبارك وتعالى في غير آية من كتابه الكريم وتوعد أصحابه بوعيد شديد وعقوبات تلحقهم في الدنيا والآخرة وأفضل عمل صالح يفعل الإنسان للتخلص من البخل هو الصدقة فهي مطهرة للنفس تنقل قلوب تخلصه من داء الشح الذي أخبرنا به سبحانه وتعالى بأن الوقاية من سبب للفلاح بقوله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم كيف ننفق من مال الله الذي أنعم علينا به ده اللي أنا أعرفه من ضيفي فاضلتي الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف السلام عليكم فاضلتك وهلا وسهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاضلتك موضوع النهاردة موضوع يكاد يكون صعب وفي بعض الأحيان الناس تقول أنه الدنيا صعبة وأزمات الحياة تستمر والاقتصاد وغيره 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 وبالتالي تتحول إلى بخل كيف نتخلص من البخل في هذا الشهر الكريم ونكون من المفلحين الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئ نعمه ويوازي فضله كما حمد نفسه فليقل كل مننا الحمد لله رب العالمين الحمد لله حتى ترضى والحمد لله قبل الرضا والحمد لله بعد الرضا والحمد لله كلها رضا وأشهد أن لا إله إلا الله أحبى كل كريم لأنه هو الرب الكريم وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يجودون علم الأنصار كيف يؤثرون علم الأغنياء كيف ينفقون ويجودون علم الآباء وهو اليتيم كيف يربون فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان فصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين جادوا بكل غال ونفيس في سبيل رفعة الدعوة الإسلامية بقائدها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصار على نهجهم قوم من المتقين من المنفقين من المؤثرين على أنفسهم من هؤلاء الذين أعطوا ولم يتذكروا يوما أنفسهم بل تذكروا قول الله يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أما بعد إن خلق الكرم خلق عظيم حس الله عليه في القرآن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد الكرام بمنزلة لا تدانيها منزلة صحيح ولا تضارعها منزلة ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حق ولا غير ذلك أن تكون كريما فالله سبحانه وتعالى أكرم منك إن أعطيت درهما أعطاك الله ألفا وإن أعطيت ألفا أعطاك الله سبعمائة إلى أن لا عدد محدش هيعد على ربنا سبحانه وتعالى لأنه هو الكريم أما أن تتعامل بصفة أخرى وهي صفة البخل ونعوذ بالله أن يرانا منهم أحد أو أن يجلس معنا أحد أو أن نصادق منهم أحدا يا رب العالمين لأنهم والعياذ بالله أحباب الشيطان البخيل ده البخيل ده من درويش الشيطان نسمع قول العمدة في هذا الباب وهو الكريم والبخيل من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الله قريب من الجنة الله قريب من الناس بعيد عن النار ما أعظم هذه المنزلة أن تكون كريما فتكون قريب من الله فتكون تاخد صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى لأن المولى سبحانه وتعالى من كرم على الناس يرزق الكافر والمؤمن على السواء حتى سيدنا إبراهيم لم قال له ارزق أهله من الثمرات من آمن قال ربنا سبحانه وتعالى رد على سيدنا إبراهيم قال ومن كفر فأمتعه قليلا الرزق ملوش علاقة بده ربنا سبحانه وتعالى هيدديله ويوما قلت مرارا وتكرارا أن الخليل إبراهيم من كرمه كان لا يأكل يوما إلا ومعه ضيف أي ضيف أي ضيف ماشي يطلع الناس يجبوله أي ضيف في المدينة عشان يقعد يأكل ولما يجيش ضيف ما يأكلش وفي يوم من الأيام جاء له واحد سلام عليكم يا خليل الرحمن قال له عليكم السلام قال له أنا عاوز أكل قال له تفضل أنت منين قال له من الحتة الفلانية إيه ديانتك قال له مجوسي فسيدنا إبراهيم رفض يضيفه شوف شوف الكريم بقى ليه بقى شوف شوف الكريم هو مجوسي الراجل ده مجوسي فرفض سيدنا إبراهيم يقعد نأكل معاه فربنا سبحانه وتعالى بعد الراجل ما ميشي مكسور الخاطر قال له يا إبراهيم إني وسعته في ملكي ستين عاما أرزقه ولم أسأله عن ديانته أمن أجل مرة واحدة تطعمه فيها تريده أن يغير ديانته من أجلك فسيدنا إبراهيم طلع جاري ورا الرجل المجوسي يدور عليه فلما لقاه قال له تعالى لازم تيجي قال له ليه يعني قال له عاتبني فيك ربي فالراجل المجوسي قال رب يعاتب أحبابه في أعدائه جدير بأن يؤمن به أشهد أن لا إله إلا الله وعنك رسول الله الليينة ما بتنكسرش الليينة ما بتنكسرش الكريم اللي بيخرج من مال الله الذي أتى ما هو أصلي المال مش مالك ومش بشطرتك وأنفقه مما مما لله الذي آتاكم وأنفقه مما رزقناكم طب كمالت الآية دي خطير وأنفقه مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالح يعني لا يتمنى الميت أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا إلا من أجل أن يتصدق والسؤال لماذا الميت مات ودخل المقبرة بتاعته وبيقول يا رب ارجعون ما ألش أصلي وزكي وأصلي وحجي ووعم كده لا لا خالص أصدق ولكنه قال فأصدق لماذا من شدة جمال منزلة المنفقين والمتصدقين اللي هو شف ده هو عاوز يلحق بركب المتصدقين اللي شفهم بعد ما مات هو هناك مات وقال الكلمة دي طب إحنا لسه قدامنا الفرصة وقدامنا الحياة وقدامنا الشيخ براهيم الدسوئي بيتكلم والأستاذ أيمن بيقول وأنفقه والبرنامج أبواب الخير وقنوات التلفزيون بجميع اتجاهتها في هذا الشهر الكريم كل المشايخ بارك الله فيهم بيدلون على الخير لسه انت موجود وفيك نفس وجيبك فيه مستنى ايه لا تؤخر لا تؤخر الصدقة لأنك لو أخرت الصدقة ستكون من البخلاء ما هو البخلاء المكروهين لا عايزي نقول الراسبين لأنهم ليسوا من المفلحين خلاص هو مش هيبقى فالح طب هو لو بقى من البخلاء ليه أنا بقول ده هو من تلميذ الشيطان قال الله تعالى في القرآن العظيم الشيطان يعيدكم الفقر اوعى حاسم تطلع ازاي يا عم طلعي لا ده أنا محتاج لا معاشي كله خمس تلاف جنيه لو طلحت منه خمسمية مش عارف بقية الشهر هيحصل ايه هو انت أصلا لو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بلاء لا هينفع خمس تلاف ولا خمسين الف عاوز تشتري رضا ربنا عاوز تشتري رحمة ربنا عاوز تشتري كرم ربنا عليه وعطاء الله لك في هذا الشهر الفضيل أنفق لينفق الله عليك فإن أنفقت مالا أعطاك الله مالا وإن أنفقت ابتسامة زادك الله رحمة وإن أنفقت مال الله الذي آتاك زادك الله علوا وإن أنفقت من علمك زادك الله علما وهكذا فأنفق ينفق الله عليك نشوف تأرير نشوف جولة أولى لمؤسسة فعل خير أبواب الخير مع المؤسسة نتبع ونشوف اللهم اجعلنا من الميسرين يا رب العالمين ست ولاء ست مطلقة وهي في بداية حياتها وعندها أربع بنات أربع بنات صغيرية بيت من غير مية يبقى مش بيت حياة من غير مية ما تبقاش حياة مين اللي هيقول العيال اللي هم زي اليتامة دون المية بتاعتهم عليه والسقف كمان يعني ده مفيش حتى عشيب عشان حاجة تقف عليه يعني الشمس في قلب البيت والهوى في قلب البيت والمطرة في قلب البيت محتاجة سقف ضروري يعني ضروري عشان خطر أقعد براحتي أنا وبناتي لأن هم بنات لازم يبقى عدين براحتهم طب والمية بتشرب منين من بشرب من عند أهلي من عند أبويا فمحتاجة وصلة مية ومحتاجة لنا أعمل سقف وأحط بيبان على البيت من فرجع من مسلم قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مسلم يسرها الله عليه يعني ولاء وبناتها ما عندهمش سقف ما عندهمش باب على البيت ما عندهمش وصلة مية ساهموا يا أهل الله يا أهل الخير ساهموا عشان الست دي تعيش مع ولاتها عيشة كريمة المؤمنون إخوة اللي معاه يدتي اللي معهوش اللي هيجيب وصلة المية للست دي وهي عيالها بيشربهم هيدعولها وهم بيفطروا على المية هيدعولوا وهم بيصحرهم ويشربوا من المية هيدعولوا لما يرتاحوا وينسك عليهم باب العيال دولت يدعولوا الست دي دعوتها مستجابة عند الله سبحانه وتعالى ربنا حفظهم فضلتك ورب اللي بتابعنا يعني يكون لي خير في أن يشارك مع المؤسسة في الحلقة دي الحلقة دي منين يا فضلتك وهذا باب آخر من أبواب الخير الذي نفتحه للسادة المشاهدين والمشاهدات الكرام ومهبنا وآبائنا وإخواننا وولادنا عندما ينظرون إلى هذه السيدة فأضيمت وهجرت وطلقت وأربع بنات أربع بنات ده الواحد ماله ما يكفوش لوحده لما تكون عندها أربعة وما لهاش دخل ومحتاجة وبتقول الآن الحمد لله مش محتاجة غير المية وهي ما في جبهاش حاجة سبحان الله ومستنية عطاء الله سبحانه وتعالى لها نحن نبص لها عشان نعفها في باقية الشهر نكرمها نودلها كرتونة رمضان نودلها إطعام نودلها عشان لما تيجي تفتر وتبقى أنت اللي فترتها هتأخذ مثل أجرها بدون أن ينقص من أجرها شيء وعاوزة وصلة مية وعاوزة سقف إذا عملنا للست دي كده يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا لأنك عند أز ستكون كريم وتكون طلقت البخلة وأهلا كم يعني مبلغ لو يعني تلاتين اربعين ألف جنيه الست دي تبقى تبقى كأنها بانت فيلا تلاتين اربعين ألف جنيه حضرتك بتروح تجيب بيهم أنتري وما بيكفيش النهاردة بدنا ندفعه في الأنتري خمسين وستمتين وسبعين ألف جنيه وإنت عندك كله وبترمي القديم صحيح في بعض الناس كده إحنا بقى عاوزين لأربعين ألف والست دي هتعيش في أصر يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكرم أهل الخير في أبواب الخير عشان يبصلها بقلبهم برحمة لأن الراحمون يرحمهم الرحمن فإن كنت كريما أخي المشاهد وأخت المشاهدة ستكون قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار إن اخترت الطريق التاني اللي هو البخل البخل يعني على عكس البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار أما إن كنت بخيلا فلا أجلسنا الله معك ولا جمعنا الله معك في مكان واسمع أخي المؤمن قول الله سبحانه وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله الداعي هو الله والدعوة من أجل الإنفاق في سبيل الله ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله طيب فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أنت أنت اللي حرمت نفسك من رحمة ربنا أنت اللي حرمت نفسك من عطاء ربنا أنت اللي حرمت نفسك من إجداد ربنا هو المضرور بخيل أول واحد ضر نفسه لأن خلاص ربنا أنت بتدي جنيه ربنا بتديك 700 في أبخل من كده أنك بتبخل بالجنيه عشان ما تاخد ش 700 طبعا أنا أعمل لك إيه بقا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وبعدين اسمه ده أنا متحيل ش عليك ده أنا مش هضربك على إيدك والله الغني وأنتم الفقراء سبحان الله أنت محتاج لربنا محتاج من ربنا ستر محتاج من ربنا صح محتاج من ربنا ولادك يبق تحت إيدك محتاج من ربنا زوجتك ربنا يهديها لك محتاج من ربنا بنتك ربنا يهدي لها جزء محتاج من ربنا إخواتك يدق بابك يجو يزروك محتاج من ربنا أن يديك الصحة تروح الجامع تخش الحمام تخش دور الميا يا سلام هنا بقى نقف في حتة جميلة بهلول وخوه الأمير الأمير أخو بهلول كان يركب فرسة وبعدين عطش وبهلول ماسك الميا في إيده فبيقول له يا بهلول قال له نعم يا أمير قال له أعطيني ماء أنا عاوز أشرب ميا فقال له أرأيت إن منعتها عنك كم تدفع فيها هو عاوز يشرب تدفع فيها شربت الميا وهي في إيد أنا قال له أدفع فيها نصف ملكي فقال بهلول له أرأيت إن حبست فيك قال أدفع فيها مالي كل قال مال لا يساوي بولة لا خير فيه كل متاع الدنيا قليل يبقى الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة أما البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار وميقى شح نفسه فأولك هم المفلحون شح النفس هنا لأن النفس هتدفعك لأنك تبقى بخيل تبقى شريح فأنت لازم هنا تقيها عشان تبقى من المفلحين شح النفس شح المطاعدة والبخل أكبر منه جريمة أكبر منه إنك أنت ما بتتعاملش مع الواقع بزكاء حضرانك ما أنتش عاوس حاجة من ربنا شكلك كده مش عاوس حاجة من ربنا وإنت ما بتتديش يبقى بتقوله مش عاوس منك حاجة بتعامل ربنا رأس برأس ودي فيها ما فيها من الغباء السياسي زي ما بيقوله لكن أنت تتعامل مع ربنا تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى لازم تدي عشان ربنا يديك تدي عشان ربنا يديك وما يوقع شح نفسه أنت تتاقي شك شح نفسك بالصدقة تدفع من مال الله الذي آتاك فأنت من الأولياء أنت بس بتجيبوا لنا كلام ما سمعناها قبل كده يا أخي طب اسمح كلام ربنا بلاش كلام برهيم الدسول اسمح كلام ربنا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون رأي حضرتك لو كنت كريم أنت هتنجو من الخوف مش هتخاف من بكرة ربنا هيأمنك في ولادك هيأمنك في زوجتك هيأمنك في صحتك هيأمن لك رزقك هيأمن لك مستقبل ولادك لا خوف عليهم ولاهم يحزنون لن يبكي الله لك سنا وستكون في فرح دائم بالصدق فأنت من الأولياء يبقى أنت وقيت نفسك من الشح فأجلسك الله في مرتبة الأولياء وهنا أقول للنفس نفس اللي محيرت دنيا كلها ما تخليش نفسك تطغى على روحك اوعد خلي نفسك هي السيد على روحك وإلا أنت اللي خسران النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها نفس خليها مش أمارة بالسوء خليها لوامة خليها راضية خليها مرضية خليها مطمئنة فستكون من المفلحين وصدق الله القائل ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كل ده بيبقى بسبب أنك تدفع أنك تشارك أنك تساعد أنك تكون جب الناس تكون معاهم بمالك بصدقة بحق ربنا سبحانه وتعالى قال حق للسائل والمعنون الله الله صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر تطفئ غضب الرب يعني ده الواحد لو حدي من الجماعة غضبان عليه يبقى بيقول لك يا رب هيجيلي منين من فوق السطح هيخبط لي إمتى هياخد مين من العيال هيضربني وانا ماشي يتنه مرعوب ما بالك بغضب ربك إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثلا هتعمل إيه في غضب ربنا طب إيه اللي ينجيك من هذا صدقة السر صدقة السر تطفئ غضب الرب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طمّنك وقال لك ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة سيدنا النبي حلف محدش أكبر أنه يحلف ما نقص مال من صدقة طلع بس أنت حق ربنا وهتكون من المحسنين هتكون من المنفقين هتكون عليمين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقل لا لا وكمان ده مرضاكم بالصدقات لو كان عنده مرض هيشفى أو حبيبه أو قريبه أو أب أو أم أو ابن يعني لو كان عنده مرض هيشفى لو كان عنده ضيق هيفرج عليه لو كان عنده هم ربنا هيزيله لو عنده كرب ربنا هيفكه كل من المية نعم كل من المية وأخيرا من سقى مسلما على ضمق ده أنت بتسقي واحد شربة مية من سقى مسلما على ضمق رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة واحد يوم القيامة حاكم بقى البرنامج أبواب الخير دي بيفتح لنا أبواب الخير دايما مع المؤسسة يكون سبف يا رب أبواب الخير دايما يوم القيامة واحد ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خش الجنة وبعدين بيقول له يا رب ما لي أرى فلانا ليس معنا فلان ده من الشايفه في أهل الجنة مش هيخش معنا الجنة فقال له اطلع من الصفوف ودور عليه دور عليه في أهل الجنة ما لقهوش راح عند بتوع أهل النار لقاه واقف فينك أي يدا أول الصف فينك في الصفوف اللي داخلها الله فخد بيده قال له أهو يا رب قال له مالك انت عاوزي قال له شفعني فيه قال له هو عملك ايه قال له اللهم اقبل شفاعته فيه فكنت عطشانا يوما وسقاني شربة ماء شربة دخل الجنة فيقوم ربنا الكريم بقى هو الكريم هو سبحانه وتعالى قال له انت كريم وانا اكرم منك خذ بيده وادخل الجنة بغير حساب عشان شربة ماء عشان شربة ماء ولذلك دائما ما اقول ان لو فتحت الحنفية واسمحت صوت خرير الماء هذا ليس صوت الماء وانما صوت الحياة عشان كده فعل في المؤسسة او الامور المقدمة هي صدقة هي حفر الابار توصيل وصلاة الماء سواء كانت ابار التوازية او ابار تجميع في مطروح في مؤسسة فعل خير لن تبخل بجهد احد من ابنائها ولا من مؤسساتها ولا من التابعين اليها ولا من مشاهديها اللي هم عملوا معانا كمية جميلة عملوا معانا كمية جميلة اوى احنا عندنا حد بيتصل بيا بيقول لي انت باتصلش عالي بقى لشهرين انت مش عاوز مني حاجة انت في عندك ايه ناقص نكمل بسم العميد حسن اه والله يقول لي كده يقول لي انت مش ناقص عندك حاجة مش ناقص عندك حاجة حد النهاردة بيقول لي هو انت بكلمتنيش تاني ليه عشان الفلوس عشان نبدأ نعمل الجامع التالت يقول لي انا عاوز ابعط لك فلوس بس تعمل البير بتاعي في رمضان الحمد لله رب العالمين الخير موجود والمصريين لهم جمال في الصدقة لا يضارع ولا يقاس في اي مكان تاني من العالم باذن الله احنا يعني عايزين نقول ان مؤسسة فعل خير مفتاحك للتخلص من البخل شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالكرم ويبعد عننا البخل واهله لان البخيل ده زي البخيل في المجتمع زي السرطان بيعدي بيعدي اللي جنبه ولكن انا دايما اقول له هو انت مش كنت موجود وبتسمع يقوله فلان الله يرحمه كان راجل كبارة اللي في جيبه مش له طب انت مستنى ايه مستنى ايه لو واحد تاني بقى من اياهم بقى مات وحد بيجيب سيرته يقول له يا شيخ ععوزه بالله ما تجيب ليه سيرته الله يكرمك سبحان الله يبقى انت بتعمل لنفسك بالصدقة عمري ثاني ما انت هتموت عند ستين سبعين ثمانين سنة وحد بيستنى ما حدش بيستنى اكتر من كده دلوقت لكل قبل انجتاب اللا ما ندر اللا ما اراد الله سبحانه وتعالى طب انت عاوز تعيش قد التمانين ثمانين يبقى اعمل لنفسك ذكرها ان الذكرى للانسان عمر ساني استاذ فضلتك نشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتك باب اخر من اباب الخير مع مؤسسة فعل خير تفضل كل الشرق ده ما فوش مية وكلها ناس غلابة على قد حالها يكتفوكم شر الزل ما تتحوجوش هو هتتحوجوك لا مش عايزكم تتحوجو لأي حاجة وخلوكم ملاكو هتا دي تتاقل جاهد رباه يكتفوكم شر الزل ما تتحوجوش هو هتتحوجو لا مش عايزكم تتحوجو لأي حاجة وخلوكم ملاكو مش لايكشف مش لايك اي حاجة والحمد لله عليك دي لربنا جزء ديه ضرير ما بيندرش ضرير مش بيندر يا باشر واني زي امي انتا شايفني بتعالك بدعالك الكلب تدعبني واجيني نقصة هنا في الصدري والضغط بقى وماقدرش هاخد نفس انا مش عادر اتكلم انه مفيش سقف مفيش مية دا حضراج برضو تاني دا البوتو جاز اللي هم بيعمل عليه الزوج ربنا يا رب يبالك له ويدي له الصحة ضرير هي الحجة امي بألف ألف راجع موسيقى 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 نحن بقى ان شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى كل اللي هو عايزه بإذن الله هنعمله موسيقى موسيقى ربنا يقوينا ويعنا ان احنا نوصل لكم افضل صورة عشان تطمئنوا وتثقوا وتكونوا جنب الى جنب مع عبواب الخير مع مؤسسة فعل خير وفضلت الشيخ ابراهيم دسوقي لو تحكيننا عن الحالة دي يا فاند مؤسسة فعل خير دايما بتروح للحالات اللي احنا متأكدين تماما ان هي لما هتمر على قلبك هتمر عليها ببردا وسلاما على طول من غير تفكير هتتصل بالتليفون وتقول انا عاوزة شوف الستة دي فين وعاوزة عملها اللي هي عاوزاها طب هي عاوزة ايه دي عاوزة سقف وعاوزة مية وعاوزة علاج للراجل وهي كمان عاوزة تتعالج لعندها الكلة وعندها حصه وعندها خلافه وهي نسية نفسها خالص وبتقول كل عشان لما عاوز مية للراجل الضرير ده اخدهم من جنبي بدل ما سيبه بالساعتين واشيل جيركن وانا تعبانة ومن اتنين كيلو اروح اجيب جيركن مية لحا تبعاوزة وصلة مية بتلات تلاف جنيه وعاوزة تلات اسهم سقف بخمستاشر الف جنيه وعاوزة علاج زي ما ييجي زي ما ييجي بألف جنيه بخمسمائة جنيه بألفين جنيه نحط لها مبلغ للصيدلية تروح تسحب شهر شهرين تلاتة اربعة لحد اهل الخير ما يكتروا عند الناس دول حتى نكون قد اتينا لكل واحد بما يستحق في اي مكان واين مكان وستسفع الخير تعرض على حضراتكو نمازج فقط حضرتك يا باشا احنا بنروح عشان نصور في بيت واثنين وثلاثة والبلد فيها تلتميت حالة لا حول الله لا حول الله المكان ده عاوز 200 وصلة مية وفي ناس بمحتاجين ويدلوكو على ناس محتاجين على ناس تانين المكان ده عاوز 200 وصلة مية وعاوز 200 سقف 200 وصلة مية ب600 ألف جنيه ده واحد واحد بس يقول انا عندي تلتهم واحد تاني يقول انا عندي كم وصلة مية ربنا سبحانه وتعالى يبارك في أهل الخير وإحنا جاهزين كل ما هيدونا كل ما هنعمل محتاجة كم مرة تانية بس محتاجة 15 ألف جنيه في السقف محتاجة 3000 جنيه وصلة مية محتاجة علاج محتاج الراجل الطيب ده نعمله حمام أدمي جميل عشان يقرف يكمل باقي حياته في خير بإذن الله تعالى بهم وبأهل الخير في أبواب الخير مستنين عطاهم ومستنين إن هم يقولوا أينما كنتم فنحن معكم في مؤسسة أبواب الخير في أبواب الخير في مؤسسة أبواب الخير أبواب الخير مع أبواب الخير أستاذي أنا أفضلتك إن نحن نقف مع فاصل ده داي ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة موضوعنا مهم جدا في أبواب الخير كيف نتخلص من البخل في شهر الكرم شهر رمضان أهلا بحضراتكم من جديد أبواب الخير حلقتنا النهاردة حلقة مهمة جدا عن كيف نتخلص من البخل في شهر الكرم في شهر رمضان الكريم لسه بنوارني وشرفني فضلت الشيخ إبراهيم أدسوي من علماء الأزهر الشريف أهلا بحضراتك الفندم مرة أخرى أهلا بحضراتك وقبل الفاصل اتكلمنا عن البخل والشح ومن يوقع شحها نفسية وحابب بعد الفاصل نرجع ونذكر الناس بقد إيه العطاء كيف يكون وقصة سيد علي ابن أبي طالب كرم الله واجه هو فيه لما بعنقة وكان مدين بيها ومش مدين وجاءته الجائزة والأجر الأعظم بعشر أمثال أنتكن كريما فالله كريم وأنتكن بخيلا فأنت وشأنك فالله الغني وأنتم الفقراء سيدنا الإمام علي رضي الله عنه خرج من بيته وأعطى زوجته الرؤوم الحبيبة بنت الحبيب الزهراء بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أم الحسن والحسين وزينب رضي الله عنهم أجمعين ادها ست دراهم وقال لها هاتي دقيق عشان ناكل منه بقية الشهر بقية الشهر وهو قاعد عند باب المسجد جي واحد سائل بيقول له أعطني مما أعطاك الله فكان في جنبه الشهيد سيد الشهداء سيدنا الحسين فقال له اذهب إلى أمك وقل لها تأتي بدرهم قل لها أنا عاوز درهم من الستة اللي موجودين فراح سيدنا الحسين قال لأمه رضي الله عنها وصلى الله على أبيها صلى الله عليه وسلم أبوي بيقول لك هاتي درهم من الستة بس ما قال لهاش لإيه فقالت له قل لأبيك إنه لا يوجد في بيتنا إلا ست دراهم للدقيق هي الشكارة ببستة ما فيش لو قال له حاجة مش هنعرف نجيب الدقيق فراح قال مش هنأكل رح قال للوالده فبصله كده وقعد فالسائل دمعت عيناه وكأنه يشكو إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء أحدهم مرة وقال إني أشهدك يا رب إني حضرت إلى مسجد رسول الله وطلبت صدقة فلم يعطيني أحد شيء سيدنا الإمام علي مد إليه يده وهو يصلي فنزع خاتمة تصدق وهو في الصلاة تصدق وهو يصلي ناس دي كانوا كانوا حكاية الناس دول هم الأساطير هم اللي لازم نقف عندهم هم دول الناس نقتدي بيهم نقتدي بيهم فقال للإبنه بعد ما شاف الدمعة في عين السائل اذهب إلى أمك وكلها تأتي بالست دراحل تأتي بقى الستة كلهم 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 يعني هو ولو قال له واحد مش هنجيب دقيق يبقى واحد زي ستة هتين كلهم فروحت مديهم له فأعطاهم للسائل ومشي وهو لسه قاعد جي واحد بناقة بجمل فقال له من يشتري هذا قال أنا أشتريه قال بكم عاوز تشتريه بكام يعني قال له بكذا قال له ماشي طب أنا هجب لك التمن في آخر النهر عالبغر بديك الفلوس 140 هيدهم له آخر النهر 140 هيدهم له آخر النهر ما معهوش بعد قليل جاء رجل آخر قال الجمل ده بتاع مين سيدنا الإمام علي قال له بتاعك قال له اتبعه لي ده أنا محتاجه ده أصيل وجميل وكده قال له بكام قال له بمتين فضل فراه واخد المتين والتاني خد الجمل ومشي روح ادى المية واربعين للراجل اللي هو صاحب الناقة الأولاني وراح حجره مليان بستين وحطوهم في حجر السيدة فاطمة رضا الله قبل ما تقول له قالت له من أين هذا المال ست الشطرة ست النصحة لما جزها يجيب لها مال مش متعودة عليه تقول له من أين تقل الله فينا ولا تطعمنا حرامة ان نستطيع الصبر على الجوع هنا ولا نستطيع الصبر على نار جهنم يوم القيامة تنبهه تنبهه الحاجات دي مش يلا اللي يجي لك خده ووقفل عليه فقالت له من أين قال لها يا زوجتي العزيزة تاجرت مع الله بست فأعطاني ستين يبقى هم تاجروا مع الله سبحانه وتعالى يبقى التجارة مع الله مع المتصدق مع المتصدق ناجحة ناجعة مئة في المئة الله سبحانه وتعالى قال هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والتجارة مع الله بالمال التجارة مع الله بالمال هناك قوم تاجروا مع الله فرضي الله عنهم وأرضاهم هناك قوم تاجروا مع الله فربحت تجارتهم في الدنيا والآخرة نشوف تأذير ونشوف مع مؤسسة فعل خير تجارة أخرى مع الله سبحانه وتعالى نشوف تأذير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك إن تفعل الخير خير لك وإن تمسكه شر لك يا عباد الله هذا بيت الله يناديكم لا ماء فيه يأتيه الرواد لا يجدون ماءا فيذهبون بدون صلاة المسجد عاوز مية ما فيش مية ناس توظى وتصلي وديروا والعيال اللي يقرأوا في اللي يعزين مية وانما الذين واني واحد يتوظى ويصلي ما يتجاش مية يروح بص على منظر المسجد معايا مسجد محتاج فهش محتاج دورة مية محتاج بير عشان ناس يتوظى منه يشربوا منه مية مين هيقول النهاردة أنا هعمل لناس دي بير وأخذ سوابين سواب سقيا الماء وسواب كل من دخل إلى المسجد ليصلي أشهد أن لا إله إلا الله والله إحنا هنا محتاجين مية فراحة عندنا المسجد ده ما فيش بير جنبيه خالص ولا في حمامات حتى نتوظى فيها والناس عشان تجي تتوظى هنا ما فيش مية خالص ويوجد أغلب الناس ما عشان ييجي يقولك معروف المسجد ده ما فيش مية روح نشوف مسجد تاني يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخرين فضلتك المكان ده فيما تروح المعتقد نعم ده برضو مسجد محتاج برضو بير مية بير مية برضو محتاج بير مية ومحتاج تشطيب دورة المية بتاعته دورة المية يكفيها 20 ألف جنيه والبير بتلاتين ألف جنيه برضو عملنا أسهم عشان اللي معهوش تلاتين يقدر يشارك بخمس تلاف جنيه لأن البير بتلاتين ألف جنيه والسهم فيه بخمس تلاف جنيه طيب المية محتاجة شعار سلاكة نقول المعلومة ده فضلتك قبل كده بس خلينا نذكرها مرة تانية بالناس الأسهم تمنها قيمتها المادية مع مؤسسة فعال خير ما تغيرتش ما تأثرتش باي أسعار ولا أي حاجة خالص زي ما هي من في السابق كما كانت في السابق زي ما هي بخمس تلاف جنيه السهم اللي والبير بتلاتين ألف جنيه الوصلة المية بتلات تلاف جنيه والسهم في السقف اللي هو باللوح والعرق والخشم بخمس تلاف جنيه السهم في المسجدs لو كان قدامنا ده بخمس تلاف جنيه النخلة البرحي الخليجي الأصلي بخمس تلاف جنيه السهم في محطة تحلية بمعش تلاف جنيه محطة تحلية كاملة بمية وخمسين الف جنيه طيب نرجع لمطروح تاني عشان مطروح احنا قلنا كم مسجد مستهدفين عاوزين 25 بير منهم 10 مساجد بعشر ابار محتاجينهم ربنا سبحانه وتعالى يكرم اهل الخير عشان ننتهي من المجموعة الاولى من ال 500 بير اللي احنا بدأنا فيهم فاخدنا 40 في بنسويف وخدمنا 25 في مطروح ان شاء الله ما يكتملوا ناخد 25 تانيين واربعين تانيين لحد ما نخلص بإذن الله برضو في مطروح وبنسويف في المساجد وفي مطروح وبنسويف هم عبار عبار العبار في مطروح وفي اسقف كمان وبنسويف والفيوم هي وصلات المية والاسقف في بنسويف والفيوم وفي مطروح هايضة يبقى في كل مكان ان شاء الله محتاج احنا هنروح له عاوزين 200 سقف وعاوزين 200 وصلة مية وعاوزين 40 بير في بنسويف وعاوزين 25 في مطروح احنا موضوعنا النهاردة كيف تتخلص من بخلك والنفس دايما بتحاول توزك الشيطان كده يبقى في ودنك ويقولك لا خلي طب اعمل حساب لا حسن يبقى طب والقرش الابيض اللي بقى ازاي في الشهر الكريم ده ازاي تخلع من من الامور دي تتخلص منها وتبقى صفاتك من الكرم من الكرم في شهر الكرم من الكريم سبحانه وتعالى مع بعض نفكر الناس بقصة صورة الكهف ام اب بيقسم ماله 3 تلات الاب ده مات فعنده ولاد كتير الولاد دول عندهم صفة من صفات البخل عاوزين يكنزوا المال كله مش عاوزين يطلعوا منه حاجة وبعدين قالوا ايه بقى از اقسموا لا يصرموا انها مصبحين ولا يستسنوني والله العظيم لا نجمع الجنينة بكرة وما فيش مسكين ياخد منها برتقاناية واحدة يا ساتر ولا يستسنون ما قالوش ان شاء الله فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم ربنا سبحانه وتعالى صلت عليها نار حرقتها بالليل لاخدوا التلتين ولا طلعوا التلتين الفقراء بوزوها على نفسهم وبوزوها على الناس البخل ده جريمة وهو بيعدي زي السرطان طيب از اقسموا لا يصرموا انها مصبحين ولا يستسنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين يلا اصحوا اصحوا بعض بالليل اصحى عشان ما يزعهوش عشان المساكين ما يروحوش يقعدوا ياخدوا حقوهم لا حول الله لا حول الله فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ان كنت هتجمعه النهاردة يلا نروح بدري فانطلقوا وهم يتخافتون كل واحد فيهم من البخلة راح من شارع عشان لو مشوا كلهم من شارع واحد يمكن حد يسمحهم ويشوفهم يروح ياخد من الجنينة اللي هو ابوه كان بيدأبوهم كان بينفق منها فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين ولا واحد يخش علينا الجنينة وياخد حاجة قد كده وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها أول ما راحوا عند صور الجنينة بصوا لأوها محروقة قالوا إنا لضالون ده مش بتاعتنا دي رد أوسطهم قال لهم بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون مش أنا قلت لكم امشوا على الكرم اللي ابوكو كان بشغال فيه طلعوا التلت وكلوا في التلت ودخلوا التلت في رأس المال فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا مين اللي قال منه لله مشانا إلى طريق مش كويس ربنا سبحانه وتعالى عشان بدأوا هيشتغلوا في الكرم عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كن كريما فالله كريم في فعل خير المؤسسة لحد الوقت احنا عملنا إنجازات قد يعني عايزين نقول للناس ونفرحهم ونقول لهم في غيركو سبقوكو في الخير مع فعل خير بنشجعكو وبنقولكو وبنوريكو من أبوام الخير مع مؤسسة حضرتك احنا عملنا آلاف الآبار في بنسويف وفي مطروح عملنا آلاف وصلاة الميا عملنا مئات الأسقف وزعنا آلاف الكراتين وزعنا أكتر منهم سميت عريس وعروسة وجهزناهم جهزناهم تجيزا الحمد لله رب العالمين يكاد يكون يعني يزهل الأفكار وعملنا احتفال لربعمائة عروسة مرة واحدة ودي كانت المنوفية كلها اتكلمت على على هذا الاحتفال رب عمية في وقت واحد الحمد لله في مؤسس فعل خير نطبق تهم الفرح والتجهيز نا احنا بنجهيز لهم بنجيب لهم التلاجة والبتجاز والفرن بنجيب لهم كمان اللي هو البتجاز والتلاجة والفرن وبنجيب لهم حاجة زي فريزر كده عشان يعمل لهم حتى أنابيب البتجاز احنا بنجيبها وأنابيب الفرن احنا بنجيبها لهم بيسموها في الريف التقايل اللي هي الأدوات الكهربائية ايوه الحاجات التقايل أساسيات صحيح دي اللي هي بتعمل مشكلة وفعلاً مؤسسة فعل خير أساسيات الحياة المية بعملين كده السقف يعني حاجات كتيرة جداً نعملين الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى كريمنا وأصبح يشار قلينا بالبنان وبننطلب بالإسم وبنروح للناس بالإسم بنروح للناس بالإسم هفي حد يقول لي أما بيتصل دلوقتي لما بيتصل دلوقتي على التلفزيون فيه ثلاث أرقام صحيح أنا أنتم مؤسسة فعل خير أه اللي معاكو فلان فلاني أه طيب أنا عاوز الشيخ يقول لي يكلمني حاضر أكلمه أكلمه وأقول له أنا يقول لي معقول أنت اللي أقول له أه معقول أكلمه وجيلك كمان لحد البيت ده أنت أصحب فضل نقعدين نخدمه الناس المحتاجين ونخدمه نوصله صداقتك للناس والدال على الخير كفعال والدال على الخير كفعال طيب وإنت بتشتغل بمالك وإحنا نشتغل بمجهودنا صحيح صحيح طيب أساز فضلتك نشوف تاريخ آخر برضو باب من أبواب الخير مع مؤسسة فعل خير هذا باب من أبواب الخير الله تبارك وتعالى لأنه يحبك أيها المشاهد الكريم فاتح لك الآن بابا من أبواب الخير وأي باب من أبواب الخير إنه بيت معه أحنا بنيني كاننا ده مجهود ذاتي على قد إمكانياتنا وعلى قد ربنا معدرنا عاوزين نصب السقف لأن النطرة لما بتبذل بتعمل الأرض بتخمرها أنا هنا بكنس كل يوم كل يوم أكنس والنطرة الهواء بنزل طراب وإحنا عاوزين كرمونكم معنا تصبونا الحمامات وتصبونا المسجد ده اللي احنا بنطلب من ربنا ومعنا وعند تجولنا في هذه القرية حان ميعاد صلاة العصر فدعونا أن نصلي فلما دخلنا وجبنا عجبا بيت الله بدون سقف بيت الله بدون فرش بيت الله بدون دورة مياه بيت الله ينقصه الكثير بتنزل النطرة بترنخ استجد كل يتو بطلعوا بره واخسلوا واكدس وامسح لما خلص الأرضية بتاعت التنى اللي بتنزل بتعليه لما بدأت النطرة من النخاء علشان ما بتعب فيه بتعب ومفيش حد كله ده بيبقى طيما السقف ده واحد جه قالها صبولكم إسنا عشان يصبوا راح ما عودش بتعليه لما بدأت النخاء علشان ما بتعب فيه بتعب عنه كله ده بيبقى طيما وساعدونا ساعدونا الوجه الله وساعدونا ساعدونا الوجه الله أنتم ترأون وتنظرون أن هذا المسجد ينقصه أشياء كثيرة منها هذا السقف الذي كما قال عم علي بأن هذا المسجد لا يمكن الدخول فيه وقت المطر وحتى وقت الصيف في الحر بيبقى الشمس سلاسعة والسخونة واللهيب نازل حتى على دماغ المصلين فاعلموا أيها السادة فاعلمي أيها الأخت المشاهدة وأيها الأخ المشاهد أن المال مال الله والبيت بيت الله فلا تبخلوا بمال الله على بيت الله الله تبارك وتعالى ما أوجدنا أيها المشاهد الكريم في هذه الدنيا ولا في هذه الحياة إلا ليوسع بعضنا على بعض وإلا ليرحم بعضنا بعض وسعتونا سعتونا الوجه فضلتك لوجه أبونا الشيخ الجميل ده وانا عشان سقف المكان ده فيين؟ عم علي المكان ده في بانسويف والمسجد محتاج السقف محتاج أربعة طن حديد أربعة طن حديد ومحتاج زلطهم ورملهم ومحتاج الإنفاق عليهم المسجد محتاج سراميك ومحتاج فرش لأن الفرش زي ما حضرتك شايف كل حتة من ناحية وبكاء الراجل ده مش عاوس حاجة لنفسه مش عاوس حاجة لنفسه ده هو بيبكي بالإنابة عن كل المسلمين اللي بيخشوا يصلهم أو كل الناس اللي شافوا المسجد عشان يتفعلوا معاه هو بيبكي لبكاءهم لأن المسجد يأن أيضا يعني المسجد يعني بيقول يعني الكرم فين؟ أهل الكرم فين؟ بكام يعني بلغة الأرقام بالنسبة لأرقام؟ بلغة الأرقام هو عاوز أربعة طن حديد في تلاتين ألف مية وعشرين ألف وكمان عاوز مية وعشرين ألف حواليهم عشان يكمل المسجد بالشكل اللايق وإن شاء الله يبقى المسجد لايء أن يكون بيت الله وأن يكون الناس اللي شافوه هم أهل الله سبحانه وتعالى المسجد ده غيره فيه مساجد كتيرة عاوزة تبرعات وعاوزة صدقات عملنا السهم في المساجد بخمس تلاف جنيه عملنا السهم في الأسقف بخمس تلاف جنيه عملنا السهم في البير بخمس تلاف جنيه كل الأسهم عندنا بخمس تلاف جنيه حتى النخلة عملنا لها سق بخمس تلاف جنيه معادة المساهمة في محطة التنقية السهم فيها بعشر تلاف جنيه البير كاملا بثلاتين ألف جنيه محطة التنقية بمية وخمسين ألف جنيه طيب قبل ما اختم عشان الوقت بيجري مع فضلتك حلقتنا عن البخل والشح في الشهر الكرم وأتخلص منه ازاي نتخلص منه بأن احنا نعمل ونكثر الصدقات عود نفسك في أيام رمضان عود نفسك في أيام رمضان ما تقولش أنا طول السنة ما عملتش ما تقولش أنا طول السنة ما صلتش ما تقولش أنا طول السنة ما دخلتش جامع ما تقولش أنا طول السنة ما طلحتش ولا من لي هو ربنا هيقبلني لو انا عملت ده ربنا هيفرح بيك فرح ده ربنا سبحانه وتعالى هيباهي بيك الملايكة ربنا سبحانه وتعالى هيقبلك قبول الصالحين انك انت سبحانه وتعالى لفت كل الابواب اللي لقيتها مقفولة ولفت على باب ربنا خبطت عليه هيفتح لك تصدقوا قبل فوات الاوام لانه نفس يخرج ولا يعود ولا تعلم انه هل سيأتي رمضان العام القادم وانت على ظهر الارض ام مدفونا في الصرة من النهاردة انت قدامك فرصة تصدقوا قبل فوات الاوام تصدقوا واعلموا ان ربكم لا تضيع عنده الودائع تصدقوا واعلموا ان الله سبحانه وتعالى يعطي على الحسنة عشر امثالها وعلى الصدقة سبعمائة ضعف تصدقوا واعلموا انه اذا كان بك مرض فستشفى بالصدقة اذا كان بك قرب فسيحل بالصدقة اذا كان بك عكس في حياتك فسيسرها الله تعالى بالصدقة واسمعوا قول ربكم في الليل اذا يخشى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة ولا يعزو بيلا فضلت الشيخ إبراهيم دسوئي بشكرك شكرا جزيلا من العلماء الأزهر شكرا جزيلا للفندم الوقت انتهى ونترككم في حفظ الله وامن ونلتقي بكم على خير دائما في ابواب الخير إلى اللقاء